طيب الاهلي في الدوري مع مصر المقصة يوم الاربع ان شاء الله تمانية مساء في بيتروسبورد وده قدر الاهلي وقدر الجدول المضغوط قبل ما يسافر جنوب افريقيا عايز افكركم بس للمواعيد غير الادمية اللي انا متأكد الجدول اللي الاهلي بيلعب بيه من يناير او فبراير اللي فات لو اتبعت لأي مسؤول في الاتحاد الدولي او لأي مؤسسة ادمية هيقول ده كلام غير رياضي بالمرأة داخل في حول الانساء داخل في حول الانساء بجد لانه يعني لالو الزمالك اللي لعب يوم كام يوم تلاتين من تلاتين لسبعة من تلاتين مارس لسبعة ابريل لعب في جنوب افريقيا ستة ابريل كمان تمنت ايام التمنت ايام فيهم ثلاث مرشاط وصفر في يوم سفرية لأقصى جاي من أقصى شمال القرى الى قدنى جنوبها تلعب مع الزمالك مباراة قمة يوم تلاتين ثم تلعب مع الاتحاد ثم تسافر عشان تلعب يوم ستة ابريل بصوا الجدول اللي المضغوطة عامل زي وترجع عن بارح عشان تريح النهاردة وتتمرن بكرة وتلعب بعد بكرة وبعدين تروح داخل على يعني تلعب الأربع وتلعب السبت وبعد كده تدخل في مباراة بيرامد هتلاقوا المسافات البينية كلها يومين ونص يومين وساعتين طبعا اللعيب مش آلة مش آلة وعايز اقول لكم اللي حصل في جنوب أفريقيا الهزيمة القاسية جدا الخماسية تقريبا هي الخماسية الخامسة للكرة المصرية في البطولات الأندية الأفريقية الأهل نصيبه منها واحدة اللي هي الأخيرة ديت الإسماعيل نصيبه منها واحدة مع أسك الزمالك نصيبه منها تلاتة الزمالك خسر في أفريقيا تلات مرات بالخمسة اللي خسر مرة الإسماعيل خسر مرة دول الخمس خمسات اللي في تاريخ الكرة المصرية أو تاريخ الأندية المصرية في أفريقيا بتحصل في كل الأندية الأداء طبعا سيء جدا الملاحظات السلبية والتحليل الفني في غاية السوق وإلا ما كانش حصلت الهبة اللي هنقولكو على التفاصيلها النهاردة من واقع أنه الأهل لم يمثل على الإطلاق بالمستوى اللي يليق به في ظروف عامة في أسباب كتيرة في تدعيات كتيرة ماشي لكن المشهد وخلاصته لا بس نشوف لا ليه وأه ممكن تيجي إزاي النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب تواصل مع المهندس هاني أبو ريدا رئيس الاتحاد المصري وكورت القدم وعضو اللجنة التنفيذية في الفيفا اللي مشكورة أنا باش مهندس بازل مجهود جيد جدا لدى الاتحاد الأفريقي إلى أن تم تثبيت استاد برج العرب كملعب لمباراة الأهلي وساندونز يوم السابت اللي جاي إن شاء الله تعارفين كان حصل خلاف كتير حوالين أن الاتحاد الأفريقي رفض استاد برج العرب وبعد كده اتقال الأهلة يروح يلعب في السويس ثم حصلت تحفظات كتيرة الجهاز الفني رأى أنه يتمسك ببرج العرب الاتحاد الأفريقي كان رافض الكابت الخطيب تواصل مع المهندس هاني أبريدة مشكورا بازل مجهود جيد جدا إلى أن تم تثبيت برج العرب ملعبا لمباراة الأهلي وساندونز كمان الشكر بالتأكيد للجهات المعنية اللي وفقت على استضافة استاد برج العرب لمباراة الأهلي وساندونز لأنه أنتوا عارفين أنه كان فيه رغبة أن الاستاد يتقفل ويتم إحداث صيانته بالكامل لكن تقديرا لهذا الظرف في هذا التوقيت مشكورا كل السلطات المعنية رحبت في إقامة المباراة في استاد برج العرب الأمان العامة للقوات المسلحة هذا ضوء في نفق مظلم أي المسؤولين دول ضوء في نفق مظلم يأخذوا بيد المناخ الرياضي المصري نحو السلامة بالضبط مؤكد مؤكد جماهيرنا حتقدر هذا الموقف جماهيرنا وإحنا معاها شايفين حسنا نفعل التحاد الكراحة حسنا نفعل أصحاب القرار وأصحاب الملعب حسنا نفعل الأمن نشكرهم جميعا ونعيدهم جميعا سنكون عند الموعد وعلى قدر المسؤولية بإذن الله إلى أهلي وجماهيره ترجمة نانسي قنقر